قدم مجلس عمالة الرباط اليوم الأربعاء خلال لقاء مع وسائل الأعلام حصلة عمله خلال الفترة المنتدة من أكتوبر 2015 إلى نفس الشهر من السنة الجارية والتي تميزت بالخصوص بإنجاز وتسطير مشاريع مهيكلة وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة بصراحة اليوم نحن هذه محطة اللي بغينا نحطو فيها يعني زي ما نقدم فيها الحصيلة ديالنا ديال المجلس عمالات الرباط عن الفترة ما بين أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2017 سنتين من الاشتغال في دل واحد القانون التنظيمي الجديد اللي أعطى اختصاصات جديدة إلى مجلس العمالات والأقاليم يعطى يعني ميدان ديال الاشتغال يعطى شؤون يعني في المجال الاجتماعي كل ما يتعلق بالمجال الاجتماعي أصبح من اختصاصات أساسية ديال المجلس العمالة والأقاليم وشملت حصيرة المجلس التي تم تقديمها بحضور والي جهة الرباط صلى القنيطرة محمد مهيدا ورئيس وأعضاء مجلس العمالة مختلفة المشاريع التنموية التي تم إنجازها أو تلك التي توجد في طور الإنجاز والهادفة إلى تنمية وتطوير التجهيزات الأساسية للمدينة ودعم المجالة الاجتماعية والتقافية والرياضية ومحاربة الفقري والهششة ترجمة نانسي قنقر